بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة وأسبوع جديد ولقاء جديد لبرنامجنا آخر النهار مع تامر أمين حلقة بداية أول أيام الأسبوع يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023 من الميلاد بدايتنا دائما المجد كل المجد للشهداء كل النصر والثبات والصبر للمرابطين الصابرين الأقوياء في غزة وفلسطين كل الشرف والعزة للمناصرين والأقوياء والشجعان وأصعاب أصحاب الأصوات الحرة في كل الدول الحرة وفي كل عواصم العالم وأخيرا لا عزاء للمتخاذلين المحايدين الساكتين الصامتين المختبئين هذا هو زمن الحقيقة هذا هو ساعة الحق وفي ساعة الحق وفي زمن الحقيقة الحياد خيانة الصمت تقوية للظالم وسلب لحق المظلوم الصمت فيه تقوية وتشجيع للظالم وسلب أكثر لحق المظلوم يعني كل واحد صامت وكل واحد ساكت كل واحد مختبئ النهاردة ويقول ما ليش دعوة عليه أنه يعرف أنه إيديه متلطخة بالدم لأن ما فيش ما ليش دعوة ليك دعوة إما أن تقف مع الحق أو أن تقف ضد الحق ما فيش مسافة وسطة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قالك لا يخرج الحق من منطقة الحق قيد أن ملأ إلا ووقع في الباطل يعني ملي تخرج عن الحق ما ينفعش تبقى في الرمادي فعش تبقى في الحياد فعش تبقى في النص خرجت من الحق ملي ووقعت فيه منطقة الباطل فكل الساكتين عن الحق وكل المخروسين بسبب السياسة أو بسبب المصالح أو بسبب الأوامر أو بأي سبب أو الجبن أو الخوف هم في منطقة الباطل والباطل سيزهق قريبا الباطل سيزهق قريبا والتاريخ حيكتب قائمتين قائمة الشرف لكل اللي أيد وكل اللي شجع وكل اللي ناصر وكل اللي دافع عن قضية الحق وعن الإنسانية وعن الأرواح البريئة والأطفال التي تزهق وحيبقى فيه قائمة العار لكل اللي سكت أو خاف أو ظن أنه محايد لا حيادة في زمن الحق الحق سبحانه وتعالى سيسألنا وعلى كل واحد أنه يحضر إجابته يوم جديد من أيام العدوان ويوم جديد من أيام الدم الفلسطيني البريئ الذي يصفك ويوم جديد من أيام المجازر وللأسف الشديد كل ما أخشاه وكل ما أخاف منه هذه الأيام إن حضراتكم تعتادوا على الدم إن حضراتكم تتعودوا على سفك الدماء وعلى أرقام الشهداء وعلى مناظر الموت في غزة وانها تبقى اخبار عادية يومية ما تأثرش فينا ده خوف الوحيد اوعوا تخافوا على غزة وعلى اهل غزة وعلى نساء ورجال واطفال غزة لان هم اللي رفعين راس الامة العربية والاسلامية كلها غزة التي تقصف وتضرب وتباد هم اللي بيدفعوا عن شرف الامة العربية كلها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخوف على مين الخوف عليه نحن شكرا بقول لكم على الاقل الى ان يحين الوقت الى ان يحين الوقت اوعوا تعتادوا على المشاهد اوعوا تصعي الصبح وتقولوا ها النهاردة الشهداء وصلوا الكام ها النهاردة كام طفل ماتوا ها لا مش ها لازم الفاجعة تبقى زي ما هي جوانا والصدمة تبقى زي ما هي جوانا والقلم زي ما هو جوانا والصرخة العالية المدوية اللي بنطلقها كل يوم في وجه الظالم والمعتدي والساكت عنه تبقى زي ما هي كل يوم على الأقل ده وجبنا على الأقل هذا هو أضعف الإيمان إذا لم تستطع أن تغير المنكر بيدك فبلسانك وإذا لم تستطع بلسانك فبقلبك وهذا أضعف الإيمان فإحنا عندنا درجتين من الإيمان قبل أن نصل إلى الدرجة الثالثة وهي القدرة أن يكون لدينا القدرة أن نغير هذا المنكر بأدينا إمتى زي ما نقولت لكم الأسبوع اللي فات عندما نكون جاهزين عندما نكون قادرين أعدوا لهم ما استطعتم أعدوا دي بقى تشمل حاجات كتيرة قوي قوي وعلى فكرة دي أعدوا مش يا مصر ربنا سبحانه وتعالى لما قال وأعدوا لهم ما تكلمش عن الجيش المصري عشان الناس بس اللي بتقولك وفين مصر وفين الجيش المصري طب وإنت دورك إيه في الموضوع حجز إيه حجز لوج حجز بلكون قاعد صالة بتتفرج جاي بفشار وتنمس وتفرج ومستنى الجيش المصري هو اللي يقوم بدورك لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وأعدوا لهم أعدوا أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها العرب أيها المدافعون عن القضية الحق حتى لو في كل دول العالم فما تتبرقش بالمسؤوليتك وترميها على الآخرين وإنت ساكت فاحنا عندنا درجتين الدرجة الأولى هي بقلبي بقلبي أنا واقف مع القضية الحق هنا مش مسألة قضية إسلامية ولا قضية دينية ولا قضية فلسطينية ولا قضية سياسية أنا هنا واقف مع قضية إنسانية بالحق ده شعبي بيباد وشعبي بيقتل طرف قوي باطش قاهر ظالم أمام طرف بريء أعزل مستضعف في الأرض هي ده المقارنة وإوع حد لأن أنا بشوف تلفزيونات عربية ومبارح كنت متابع قناة إخبارية عربية مش عايز أقول اسمها بقى عشان بيزعلوا لقيت المصطلحات اللي بيستخدموها في منتهى الظلم ده كأن القناة إسرائيلية هي اللي بتتكلم وبتزيع شفت مبارح تقارير ومزيعين في القناة العربية اللي أنا بكلمكم عنها دي بيقولك طرفي الصراع طرفي الصراع طرفي الصراع في عينيكم مين طرفي الصراع ده في طرف واحد ظالم وفي طرف مجلوب على أمره وفي طرف لا حول له ولا قوة ما بيعملش حاجة غير إنه بيتضرب وبيغتال ثم يتقالك من الجانبين أنهي جانبين برضو أنهي جانبين ثم بقى المصطلح العسل يقولك الحرب الدائرة في غزة بيتكلموا في التقرير مراسل بيقول الحرب الدائرة في غزة الحرب الدائرة في غزة هو أنت بتعلمتش ألف به سياسة وألف به إعلام وألف به عسكرية أن الحرب دي بتدور ما بين جيشين بتدور ما بين قوتين مسلحتين في الجبهة وفي أرض المعركة هو ده مفهوم الحرب حضرتك شايف يا مراسل أنه دي حرب ده اسمه إيه اللي بيحصل ده اسمه عدوان جهة ترسانة أسلحة معززة بكل الأسلحة بتقصف أحياء سكنية ومدنيين ده اسمه عدوان ما اسموهش حرب الحرب بقى متكافأة وبين جيشين مسلحين فاعقنوا اللي بتقولوه وأنا هعتبر أنا هعتبره إنها زلت لسان وبتتقال مصطلحات كده عن جهل من بعض وسائل الإعلام العربية لإني هعتبر حسن النية أولا فأنا هعتبر إنه عن جهل من المذيعين والمراسلين اللي بيقولوا هذا الكلام أما لو استمر بعد ما أنا قلت هو عرفت الفرق ما بين الحرب وما بين العدوان الصريح لو استمرت النغمة دي على التلفزيونات العربية ده يبقى مقصود وده ساعتها يبقى مستهدف وده ساعتها يبقى متقلقوا تقولوا كده وتبقى ساعتها قمة الخيانة أولا للقضية ثانيا ليه مهنية وحرفية الإعلام ومصدقيته اللي بيحصر في غزة اسمه عدوان إسرائيلي على شعب مدني بريء أعزل ما اسموش حرب وما اسموش طرفي صراع أبدا أبدا عشان بس إيه ما تخدوناش في الحامل في النابل كده وإيه تمرروا المصطلحات الشيطانية دي لا ودورنا هنا ان احنا نقول لا شاكرا بقول لكم أضعف الإيمان من يملك بقلبه الدعاء فليدعو ومن يملك لسانه فليقل من يملك لسانه ويملك صوتا ويملك منبرا ويملك نافذة ويملك حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فليقل لا يثبت فليقل يقول للظالم انت ظالم في عينه ويقول اللي بيساعد الظالم انت شريكه في الظلم وإيدك بتلقى بالدم بتلقى بالدم زيه لكن تسكت وتتفرج تبقى شريك تسكت وتتفرج تبقى شريك في المجزرة والمظلمة اللهم إني بلغت اللهم فاشهد وبذكر المجزرة اسرائيل الحقيقة يبدو يبدو انها تفننت في فن فعل المجازر مجزرة وحدها وحدة لا تكفي ومجزرتين لا يكفوا والنهاردة دخلنا في 3 و 4 مجازر تقال طبعا هو كل يوم بيحصل مجزرة في حق الشعب الفلسطيني بس عشان نقول كلمة مجزرة مجزرة لابد ان يتم قصف مكان محدد ويبقى فيه قائمة طويلة من الشهداء وده اللي حصل النهاردة في مدرسة الفاخورة في شمال قطاع غزة كلمة المجزرة بتتقال زي برأبتلكوا كده لما يكون فيه قصف لحتة مدنية ويسقط بسبب هذا القصف العسكري المستهدف والمركز قائمة طويلة من الضحايا والشهداء ساعتها ده بتستحق لقب مجزرة زي مجزرة بحر البقر اللي كانت عندنا في محافظة شرقية المدرسة بتاعت الابتدائي زي مجزرة قانا في لبنان كل المجزر دي الفاعل واحد كل المجزر أنا أقول لكم دي يمكن الضحايا مختلفين لكن الفاعل الجزار واحد لا يختلف اسرائيل وقالة الحرب الاسرائيلية الصهيونية الملعونة مجزرة بحر البقر في مصر مجزرة قانا في لبنان مذبحة دير ياسين ومجزرة دير ياسين في فلسطين مجزرة مستشفى المعمداني الاهلي في غزة ومجزرة المستشفى الاندونيسي مجزرة دار الشفى من يومين ثلاثة واليوم مدرسة النافورة في الفخورة أنا أسف في شمال قطاع غزة كلها مجازر وكل دم والفاعل واحد والفاعل آثم والفاعل لا يحاسب على جرائمه حتى النهاردة ما تحسبش على ما تنحد محر البار ولا على دير ياسين ولا على قانا ولا 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 حيتحاسب ليه لأن في دولة واحدة وكيان واحد فوق كل قانون فوق كل قانون سموه بقى قانون الدولي القانون الإنساني قانون الأعراف قانون القيم قانون حقوق اللاجئين قانون حقوق الإنسان أي حاجة ممكن تطبق على أي حد إلا الطفل المدلل للعالم الغربي ولماما أمريكا الطفل مش حاجة بقى طفل اللي اسمه إسرائيل اعمل يا بابا وملكش دعوة اقتل يا بابا وملكش دعوة اتبح يا بابا وملكش دعوة طب العالم الغربي لا لا مافيش طب بالنسبة للقانون لا لا حنعطله طب بالنسبة المجلس الأمن لا حنشربه شارب بيناسمين طب بالنسبة للعرب لا دول ما بيصحوش ما تقلاش دول نايمين ولسه ما صحيوش طب بالنسبة ما قلتلك بقى خلصني انت أعمل البلاوي كلها وأنا ظهرك وحميك وسندك هو ده الوضع السياسي في العالم للأسف الشديد للأسف الشديد السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان مساء الخير إبراهيم بيه السلام مساء الخير سعد السفير سؤال مباشر وواضح هل هناك أمل في تحريك أي آلية من آليات المجتمع الدولي سواء مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة أي جهة دولية تتحرك لوقف إسرائيل عما تفعله يعني الألية الوحيدة القادرة على فعل شيء بهذا الاتجاه هو مجلس الأمن المعطل بقرار من أمريكا والمجلس تخدم 45 قرار فيتو حتى هذه اللحظة بحماية إسرائيل إنسى مجلس الأمن لا يمكن الرهان عليه بسبب فيتو الأمريكي فنحن نعلم أنه باب مغلق لا يمكن ترقه أنا أتحدث عن أي كنات أخرى ربما مجلس حقوق الإنسان رغم أننا نعلم إن إسرائيل برى المجلس هناك جهات أخرى هناك منظمات أخرى يعني أحنا في جناس أنها مجموعة من المنظمات الإنسانية المهمة والتي تكون بعمل مهم ومقدر مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمقوض السامي وغيرها وفيدرالية الصليب والإلال الأحمر ومنظمة الدفاع الدولية كل هذول يقوموا بدورهم لكن هذه المنظمات لا يوجد بها يعني صلاحيات وقدر أن توقف هذا وهي تكون بإطلاق مناشدات وضغط معنوي وسياسي وأخلاقي لكن الذي يستطيع ذلك هي أمريكا والدول الأوروبية إذا ما قموا باتخاذ قطوات عملية لردع إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف هذا الجنون المستمرة على مدار 44 يوم نحن للأسف طب أنا آسف يا سعد سبيل يعني بناء بناء على الكلام هي ليست حرب بين إسرائيل وحماس هي حرب ضد الأطفال والنساء والشيوخ وضد كل الأماكن أو الأعيان المحمية بالقانون هي دمار شامل على أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وأيضا يمتد الآن في الضفة الغربية الأمر ليس أقل يعني خطورة من خلال الاشتحايات اليومية والقتل اليومي والمستمر بلد عدد الشهداء في الضفة الغربية حوالي 400 من حراك سمعني يا سعد سفير حوالي 32 قريبا أنا متفق مع حراك مليون في المية وأنا قلت قبل مدخلتك مباشرة أن بعض وسائل الإعلام العربية ترتكب خطأ وحماقة الحقيقة عندما تصف ما يدور في غزة الآن بأنه حرب لأنه هذا مصطلح الإعلامي والسياسي والعسكري اسمه عدوان عدوان من جهة باطشة ضد شعب مدني أعزل لكن أنا سؤالي الآن بعد اللي حراك ذكرته دلوقتي أنه لا جهة تستطيع أن تعاقب إسرائيل وأن أمريكا هي الوحيدة التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل لوقف العدوان أمريكا ودول الغرب يعني يعني بس أنت محق أمريكا السؤال الآن السؤال الآن كيف يمكن التعامل أو الوثوق أو حتى احترام هذه المؤسسات الدولية بعد الآن إذا كنا اختبرناها في هذا الامتحان واكتشفنا أنها ديكور لا فائدة منه يعني نتحدث هذا في الأمر يوم الخميس الماضي أمام المقوض الثاني وبحضور كل البعثات أنه بعد الحرب العالمية الثانية وما آسيها استطاعت البشرية أن تتوافق على منظومة قانونية تحكم العالم سواء كان في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان والقانون الدولي بشكل معامل تجاري وسياسي لآخرين الآن هذا كلاته يعني تم ضربه وهدمه من خلال إزواجية المعايير لأننا كنا نتابع ما يحصل في أوكرانا كيف تحرك العالم أو ما يسمى بالعالم الحر في اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا وصلت إلى ألف إجراء لكن عندما يأتي الأمر إسرائيل يحاولوا أن يفصلوا قانونا فقط لإسرائيل ولذلك في دول في العالم وهم آخر يجب أن يحترموا فهذا شيء يعني خطير وهذا الآن يجعلنا نعيش في فترة شريعة غاب ستنعكف لاحقا على كل هذه الدول وستكون هناك إشكال كبير جدا بعد انتهاء هذه الجريمة التي ترتكب حق شعبنا الفلسطيني فإذا هناك لازال بعضا من العقلاء والحكماء في هذا العالم أن يستعيدوا مزاقية القانون لأنه هذا العالم إذا لم يحكم بالقانون سيستمر بهذه الطريقة القوي يقتل الضعيف ويسيطر عليه وهذا سيمتد في كل مكان يعني اللي بحاول ليعطي انتباع له علاقات وعلى تواصل مع الإسرائيليه هو مهدد في بيته الإسرائيل لا ترحم أي المثل الضاضح أمام الجميع وهم يعني من اخترع الكذب ويجعلهم من الكذب يعني وجهة نظر وسياسة نعم هذا شيء مؤسس شكرا جزيلا سعد سفير وأنا مدرك معك تماما أن العالم الغربي والعالم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فشلت فشلا ذريعا في هذا الامتحان والفاشل ما نسمعش صوته بعد كده الفاشل ما نسمعش صوته بعد كده اللي رسب في هذا الامتحان الأهم فيما يتعلق به كرامة والحضارة البشرية وحقوق الإنسان ما ينفعش بعد ما يفشل فشل ذريع في الامتحان ويبقى خيبان فعش يجي مكرة ويكلمنا عن حول الإنسان فعش يجي مكرة يكلمنا عن القانون الدولي ما ينفعش مكرة يكلمنا عن العقوبات عشان بعض الجرائم أو بعض المخالفات لا الخيبان يخرص والفاشل يسكت طالما عاجز ما تجيش تعمل علي أبو العريف وسبع البرمبة طالما عاجز يجيش تعمل علي بعد كده أبو العريف وسعب البرمبة لأنه ورقة التوت ورقة التوت التي كانت تستر عوراتكم سقطت وبانت عوراتكم وبانت في أسوأ صورة في أسوأ صورة بمناسبة الصورة تعالوا أروح أوريكم ماذا حدث اليوم في شمال قطاع غزة بعد إذن حضراتكم بعد إذن حضراتكم ركزوا معايا في هذه الخريطة الخريطة دي اللي بتصور قطاع غزة بالكامل الخريطة دي هشرح لحضراتكم عليها كيف تدور الأعمال العسكرية في قطاع غزة النهاردة كان المجزرة في مخيم جباليا هذا المخيم الذي يرقد في شمال القطاع وهو الملاصق طبعا للحدود الإسرائيلية وهو المتاخم أيضا مع بيت حنون لمعبر إيردز هو المعبر الوحيد المعبر الوحيد الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة هو غزة محكومة بمعبرين معبر إيردز مع الكيام الصهيوني ومعبر طبعا رفح اللي حضراتكم عارفينه طبعا معبر رفح اللي بيصل أراضي الفلسطينية بالحدود المصرية ومحافظة شمال سيناء النهاردة في هذا المكان تمت المجزرة تحديدا في مدرسة الفخورة زي ما أنا حاولي حضراتكم كمان شوية بس الأول على هذه الخريطة عايزة وريكم إسرائيل بتعمل إيه عايزة وريكم إسرائيل بتعمل إيه عشان تبقوا فاهمين إنه اللي بيحصل ده مش استهداف لحماس ومش رد فعل وانتقام للعملية العسكرية اللي عملتها حماس في 7 أكتوبر اللي اسمها تفضل أقصى لا 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 الموضوع أبعد من كده بكتير بدليل إنه مفيش مقر ليه حركة حماس في قطاع غزة لحد النهاردة الضرب تخيلوا يعني حماس اللي عملت فيكو الأفعيل في 7 أكتوبر باسم طفان الأقصى هي أقل طرف الضرب من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة مين الطرف اللي بيضرب طول الوقت المدنيين والمنشآت والبنية التحتية لقطاع غزة عشان أنا قلت لكم من الأسبوع اللي فات واللي قابله أن الهدف المعلن لإسرائيل من هذه العملية العسكرية هو الخلاص من حماس لكن ده كد الهدف الحقيقي وأنا جبت لكم فيديوهات يوم الأربع اللي فات وممكن النهاردة ولا بكرة أعيدها لكو تاني لأنها وثائق واعترافات لجنود إسرائيليين جنود إسرائيليين بيقولوا التكلفات والأوامر اللي إحنا واخدينها من قيادتنا مش إن إحنا ندور على خلايا حماس ونستهدفهم الهدف إن إحنا نقتل المدنيين اللي موجودين في التجمعات السكنية الكبيرة ونخلص على البنية التحتية بتاعة قطاع غزة عشان تتحول مدينة غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه مستقبلا يعني حتى اللي حينجو من الشعب الفلسطيني من الموت والاغتيال ما يلعيش مكان يعيش فيه فيبتل يخبط على أبواب الدول ويقول لهم خدونا كلاجئين وهذا هو الهدف من هذه العملية العسكرية التي طالت أكثر مما يجب ليه؟ عشان الهدف لسه متحققش غزة لسه ينفع يتعاش فيها فنتنياهو طالب من بايدن وإدارة أمريكية أمهلونا قليلا لسه ما خلصناش المهمة طب مهمتك ايه عم نتنياهو ان انا ادمر البنية التحتية كاملة المدارس والمستشفيات ودور العبادة كل الاماكن التي يمكن ان يلجأ اليها الفلسطينيون في غزة لازم ادمرها شان لما نخلص ونقوله ستوب ونسمع كلامك والسيس فاير وأوقفوا وإطلاق النار خلاص تمام احنا عملنا اللي علينا الفلسطينيون اللي باقيين على قيد الحياة ما ينفعش يعيشوا في أطلال ما ينفعش يعيشوا فيه خراب فساعتها هيقولك غزبا عننا نهاجر نعيش في حتة كويسة ساعتها بقى تبقى مسؤولية المجتمع الدولي شوفوا لهم مكان سواء في سينة ولا في الأردن ولا 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 احنا كده خلصت من صدع غزة للأبد شفتوا السم شفتوا الشيطان عندما يفكر يعني أنا متهال ان الشيطان الشيطان لم يهدومه وغادر تل قبيب وهو بيسأله على الحدود رايح فيني إبليس قال لهم ده نسايب معلمي جوه نتنياه جوه أعود أعمل إيه لا محتاج وسوسة ولا محتاج وز هو لوحده أبو الوسوسة وأبو الأبالسة حاضر هنزيع بس الفكرة دلوقتي إنه كل اللي بيعملوا دلوقتي الجيش الإسرائيلي إنه مركز القصف والتواجل البري في هذه المنطقة شمال قطاع غزة ليه ليه مش بيضرب في الكل مع إنه يستطيع بقالته العسكرية الجبارة إنه يدمر القطاع كله مرة واحدة لكن هو مش عايز كده هو شغال على الجزء الشمالي علشان يدفع الفلسطينيين دفعا للنزوح ايه جنوبا يدفع الفلسطينيين اللي في شمال قطاع غزة كلهم وعددهم حوالي مليون وشوية مواطن فلسطيني يدفعهم دفعا للنزوح نزوح يعني الهجرة او الانتقال او الرحيل للنزول جنوبا كويس لهذه المنطقة ثم المرحلة التالية يرحل القصف لمنطقة وسط قطاع غزة ويبقى ده منطقة الاستهداف وازبوره كمان كم يوم هتشوفوا القصف بيترحل وبينزل على الوسط ايه الهدف بقى ايوه الهدف ان كل الشعب الفلسطيني المقيم في غزة من هنا لحد هنا انزل معايا بقى تحت يتمركز هنا او خلينا ناخد لون تاني عشان اوريكم بقى هنا المطلوب ان شعب غزة كله يوصل هنا تخيالوا لما 3 مليون او 2 ونص مليون ايا كان الاحصاء لان طبعا دلوقتي لا يمكن احصاء اي حاجة رسمية احنا بنتكلم اعداد يعني تقديرية المطلوب ان شعب غزة كله اللي موجود مفروش في القطاع كله زي ما نقولت لكم كنا ينسحب الى هذه المنطقة جنوب القطاع جنوب القطاع ده على الحدود مع مين يا سيدة يا كرام الله يفتح عليكم مع الحدود المصرية هنا يبقى الضغط مش بس الفلسطيني ده الضغط الدولي كله يا مصر افتحوا الحدود يا مصر خدوا الفلسطينيين عندكم يا مصر ارحموا الفلسطينيين من القصف ومن الحصار ومن الضغط اللي هم فيها عرفتوا المخطط النتنيهاوي عامل ازاي مخطط الاسرائيلي عامل ازاي في اللي انا قلت كله ده في اللي انا قلت كله ده سمعتوا كلمة حماس سمعتوا مقاتل حماس قعدة الحماس انفاء حماس اي حاجة لها علاقة بحماس خالص حماس اخر هم اسرائيل وزيدكم للشعر بيت بقاء حماس من مصلحة اسرائيل بقاء حماس كحركة مسلحة مقاومة من مصلحة اسرائيل عشان يفضل طول الوقت المبرر موجود اعمل سلام ازاي وفي حركة مسلحة بتقتل فيها ومهدداني اعمل سلام ازاي وفيه صداع طول الوقت بيعمل ممكن يكرر العملية بتاعت تفضل اقصى فبقاء حماس من اهم المصالح الاسرائيلية لو نتنياه اسرائيل دلوقت خلصت على حماس وهي قادرة حيبقى المبرر بكرة ايه لما قدوا لقعد يلا عشان نعمل حل الدولتين ود الفلسطيني حقهم مبرره او حجته هتبقى ايه معندوش فبقاء حماس من اهم الاهداف الاسرائيلية عشان يفضل التهديد قائم فالعزر يبقى موجود والحجة تبقى موجودة طول الوقت هي دي نعمل السياسة في اسوأ صورها في اسوأ صورها ورينا بقى اللوحة التانية لو سمحت يا محمد حاضر نطلع من دي دي بقى منزور مصغر مقرب الى شمال قطاع غزة مع الحدود ادي مستشفى او دي مدرسة الفاخورة اللي شهدت مجزرة اليوم مجزرة يوم السبت 18 نوفمبر 2023 مدرسة الفاخورة دي واحدة من المدارس التابعة لمنظمة غوث وعمل اللاجئين اللي هي اسمها المختصر الانرواء واحدة من المؤسسات الدولية المهمة جدا العاملة في فلسطين ودي واحدة من المدارس التابعة لها اشرافا يعني الانرواء هي المسؤولة عن هذه المدرسة المدرسة دي لجأ اليها ما انتو عارفين البيوت بتتضرب والاحياء السكرية بتتضرب فالمدرسة لجأ اليها حوالي 750 مواطن فلسطيني بيوتهم تهدمت فذهبوا الى المدرسة التابعة الى المنظمة الدولية اونرواء عشان تبقى مواطنة 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 الاسرائيلية الاسرائيلية في مدرسة الفخورة 200 شهيد 200 شهيد سقطوا اليوم 200 شهيد والعدد مرشح للزيادة 200 مارتاير شهيد في مدرسة الفخورة بسبب قصف اسرائيل الاعمى والظالم لها اليوم خدوا بالكم مدرسة الفخورة دي مش اول الاستهدافات المدنية اللي اتعمل عليها مجزرة انتو فاكرين اول المجازر في اول ايام العملية العسكرية الاسرائيلية مستشفى المعمداني في غزة واللي يوميها لو تفتكروا احنا عدنا معاكو نقلنا تغطية حية على الهواء يمكن للساعة اثنين او ثلاثة الصباح لانه عدد الشهداء وقتها كان وصل الى حوالي تمنمائة شهيد في مستشفى المعمداني ثم انتقلوا الى المستشفى الاندونيسي وعملوا فيها مجزرة اخرى ثم انتقل بقى معايا غربا المصيبة السودة اللي حصلت من يومين ثلاثة في مستشفى الشفاء او دار الشفاء كما يسموها وعايز اقف مع حراكم شوية في دار الشفاء دي لان اللي حصل فيها الحقيقة مش بس مجزرة ده مجزرة ومهزلة مجزرة ومهزلة مجزرة ليه خلاص احنا عرفنا تعريف المجزرة المجزرة عندما يستهدف جيش منطقة سكنية او منطقة او منشأة طبية او منشأة تعليمية خالية من السلاح ويستهدفها وينتج عن ذلك القصف مجموعة كبيرة من الضحايا والشهداء هذا هو التعريف لفكرة او كلمة المجزرة كويس كويس فده اللي حصل في مستشفى الشفاء او في دار الشفاء ليه انا بقولكو مهزلة ليه بقولكو ان اللي حصل مهزلة عشان الكلام الاسرائيلي ان حماس بتستخدم دار الشفاء كقعدة لها وان حماس لها بعض الخلايا والعناصر اللي موجودين في دار الشفاء ومختبئين فيها فبالتالي يجب مهجمة المستشفى ويجب القبض على عناصر حماس ويجب الاول قصفها جويا ايا كان عدد اللاجئين او المواطنين او المرضى او الاطقم الطبية اللي موجودة فيها ويروحوا بلاش مش مهم مش مهم ده حزيتكم للشعر بيت جيش الدفاع الاسرائيلي اللي احنا بنسميه جيش العار الاسرائيلي او جيش الاحتلال الاسرائيلي اعلن ان المعلومات دي مش معلومات ده اكيدا تواترت وتوردت لا دي معلومات مؤكدة من جهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد يعني الموساد قال للجيش خلوا بالكم احنا تأكدنا من وجود عناصر الحماس واسلحة الحماس موجودة في دار الشفاء فبالتالي يا جيش اضرب وانت بتطمن فضرب وموت ودخلوا واختحموا المستشفى فلم يجدوا شيئا ملاقوش حاجة واحدة من اللي الموساد قال لهم انها موجودة فاضطروا يعملوا ايه بقى عشان كده بقول لكم وهي مهزلة دولية والحقيقة انا سعيد جدا 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 بالشباب العربي اللي فضحهم على السوشيال ميديا ورى العالم كله كتبهم وسفلتهم دخلوا فلاقوا جدول النبطشيات جدول النبطشيات اللي في المستشفى يعني مكتوب كده الجمعة مش عارف كذا نوفمبر مش عارف كذا في الحتة الفلانية دكتور كذا السبت مش عارف كام نوفمبر جدول النبطشيات اللي متعلق في اي مستشفى اي خلقها ربنا فمقفين ومصورينه جايين اقولك تفضل ده الجدول بتاع الارهابيين و مواعيد عملهم جوا المستشفى وكل واحد بيكون ييته طبعا الجدول المعمول من العربي فالعالم الغربي مش فهم حاجة فبيصدق الكتبة فلما الشباب بقى المحترم بتاعنا على السوشيال ميديا ترجم لهم الجدول اللي قال لهم ده جدول اللي مكتوب بالعربي ده ايام الاسبوع ومكتوب ايام النبطشيات ايه اللي علاقة الارهاب بالكلام فالعالم كله صدق ان اسرائيل بتجد بكتبة كبيرة وبعدين عملت مصيبة تانية جابت مبرضة من عندهم تتكلم عربي جابت مبرضة لبسيتها لبسة مبرضة واعادتها تصور فيديو وخادتها تتكلم بالعربي وبتقول انه الحقونة الارهابيين بتقع حماس موجودين عندنا في المستشفى وحيموتونا ارجوكم الحقونة يا اسرائيل الحقونة يا اسرائيل ثم اتضح ان العربي بتاعها لا لعلاقة باهل غزة ولا اهل رمالة ولا اهل الضفة ولا بني ادم بيكلم عربي دي واحدة عاملة زي الحج افيش خاي ده بتاع كذا اللي بيكلم عربي عايز 13-13 قلم على وش هو بيتكلمهم فبالتالي كدب في كدب في كدب طول الوقت كدب في كدب في كدب طول الوقت المجزرة الجديدة زي ما نقولت حضراتكم النهاردة مدرسة الفخورة التابعة للانرواه ومعي المتحدث باسم الانرواه الدكتور عدنان ابو حسن مساخن يا دكتور الدكتور عدنان انا عارف طبعا الاتصالات صعبة جدا لكن حاولوا معلش توصيلنا للدكتور عدنان كلامه مهم والمعلومات اللي قالها مهمة دكتور عدنان حالك سمعني الخطة قطع طيب معلش نحاول نتصل تاني بالدكتور عدنان انتوا عارفين احنا يعني بنحاول نعمل المستحيل الاتصال بالناس في غزة اشبه بالمستحيل المدرسة المدرسة اللي حصل فيها العدوان النهاردة زي ما نقولت لحضراتكم دي مدرسة كان بيحتمي فيها حوالي 800 فلسطيني استشهد منهم النهاردة 250 والعدد مرشح لزيادة لان اسرائيل لم تتوقف بعد عن الضرب خدت بالكم انه من يوم بداية العدوان الاسرائيلي اللي هو من 8 اكتوبر لحد النهاردة احنا بنتكلم عن مستشفيات وبنتكلم عن مدارس وبنتكلم عن عربيات اسعاف وبنتكلم عن قطقم طبية وبنتكلم عن اغتيال مراسلين وقطقم اعلامية ما جبناه سيرة واحد من حماس وقع ما جبناه سيرة مقر واحد لحماس استهدف خدتوا بالكم بس معايا اوعوا تصدقوا الكتبة اوعوا تبلعوا الطعم ما يحدث الان هو تدمير لمدينة وترحيل لشعب مش انتقام من عملية عسكرية ولا استهداف ليه حركة مقاومة مسلحة اسمها حماس دكتور عدنان ابو حسن حراك سمعني سامعك اهلا يا دكتور عدنان دكتور عدنان المجزرة اللي حصلت النهاردة اعتقد في احدى المدارس التابعة لكم مدرسة الفخورة ليس كذلك نعم هذه المدرسة هي مدرسة ايضا مطممة كأحد المناجئ الرئيسية وتم اخبار الانجانز الاسرائيلي كما كل المناجئ نخبرهم مرتين في اليوم بالاحداثيات حول احداثيات هذه المدارس ولكن من أحد السبيل هذه المدرسة تعرضت مرتين قبل ذلك للاصابة والقصف مرة في 2008 ومرة في 2004 هي موجودة في قلب مخيم ذائع اللاجئين فلسطنين هذا المخيم مساحته اقل من كيلومتر مربع يمكنه حوالي مئة وسبعين ألف لاجئ فلسطيني المساهد التي حدثت اليوم هي مساهد مروعة وخطيرة يعني وما حصل هو شيء لم يحدث بصراحة بهذا الحجم بأي من مدرس الأمر قبل ذلك هل فعلا وصل عدد الشهداء لأكتر من 250 شهيد حتى الآن نحن تعامل تعامل دولي بناء على تبعيتكم وإشرافكم المباشر على هذه المدرسة هل يمكن أن تقدموا شكوى هل يمكن أن تقدموا يعني رسالة للتحقيق العاجل يعني هذا يتبع الدائرة القانونية في الأمم المتحدة وفي الأنروا ولكن مفوض الأنروا طبع مباشرة وقال بأن هذه المشاهد الرهيبة لا يفكر أحد أننا ممكن أن نتعود على مشاهد قطف مدارس طرف علامة الأمم المتحدة وأن كان بها نازحين أو لم يكن بها نازحين ولدينا أكتر من سبعين مؤسسة أصيبت بأدرار إما مباشرة أو غير مباشرة منذ العمليات أكثر من ماء وثلاثة من موظفين كتلوا وهذا الرقم هو الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة لم يحدث أن موظفين من موظفين أمم المتحدة أكثر من ماء كتلوا في خلال شهر هذا غير مقبول ولم يحدث قبل ذلك صحيح الأنروا أجهة اتفالات مع كافة الأطراف مع الأمم المتحدة مع أرزات الخارجين الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي الجميع تم وضعه في صورة وخطورة الأحداث وإن كانت أن تتطور من أدفع الثمن الآن لهذه الحرب هم المدنيون الفلسطينيون النساء والأطفال وكبار أسل هذا واضح للجميع طيب دكتور عدنان أنا لي رجاء أرجوكم لا ترسلوا أي إحداثيات من جديد للمقرات التي يلجأ فيها الفلسطينيون إلى إسرائيل حركوا بترسلوا الإحداثيات دي ظنا منكم عشان إسرائيل تستبعدها من الضرب إسرائيل تأخذ هذه الإحداثيات وتعرف أين يختبئ المدنيون الفلسطينيون ويعتبروها كملاذ آمن ويستهدفوها عن عبد فأرجوكم لا ترسلوا إحداثيات أخرى الله يرسل كامر يعني هذا قانون يعني نحن في كل الحروب يرسل حتى الإحداثيات مرتين أنا أعلم يا دكتور أنتم تلتزمون بالقانون أمام جهة لا تعرف القانون للأسف للأسف شكرا جزيلا دكتور عدنان أبو حسن المتحدث باسم منظمة الأنروا منظمة غوث وتشغيل اللاجئين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل زي ما أنا قلت الدكتور عدنان ما ينفعش أتعامل بالقانون مع طرف ما يفهمش قانون ما ينفعش أتعامل مع طرف بشرف والطرف التاني ما يعرفش حاجة عن الشرف ما ينفعش أتعامل بأخلاء الفرسان مع طرف عمره مقابل حتى فرسان فأرجوكم أرجوكم لا تتعاملوا مع الكيان الصهيوني بأي مقاييس تعتبروها إنسانية أو قانونية فقط تعاملوا بمنطق المصلحة مصلحة الشعب الفلسطيني الآن فين وكيف يمكن أن أساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الأبرياء التي تسقط ويصفك دمها يوميا ليس لها من دون الله كاشفة والله بإذن الله بإذن الله قادر على أن يمدهم بمدد من عنده أهلا بحضراتكم عودنا بعد الفاصل اسمحوا لي ننتقل لمتابعة مجموعة من التطورات المتعلقة بالشأن الداخلي والمحلي والاستحقاق المهم جدا اللي مصر والمصريون كلهم مقبلين عليه في بداية الشهر القادم شهر ديسمبر وهو الانتخابات الرئاسية والحياة كمان مش عايز أفصل اللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط وما يحدث في غزة والعدوان الإسرائيلي كمان عن أهمية الانتخابات الرئاسية لأنها مش بس بتحدد مستقبلنا وبتحدد من سيجلس على كرسي رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة الرئاسية القادمة لا دي كمان مهمة لأنها متعلقة بالجبهة الداخلية المصرية وتماسكها ووجود ووقوف الشعب المصري كله خلف قيادته السياسية وخلف مؤسساته في هذا الصراع الوجودي والتهديد المباشر للأمن القومي المصري عشان كده الإقبال المصريين سواء في الداخل أو في الخارج على الانتخابات ونسبة التصويت مهمة جدا لرسالة للعالم أن المصريين يتحدثون بصوت واحد وبلغة واحدة حالكم عارفين أنه الانتخابات ستجرى أولا للمصريين المقيمين في خارج جمهورية مصر العربية أيام واحد واثنين وثلاثة ديسمبر ثم في يوم عشر ديسمبر ستفتح مقرات داخل جمهورية مصر العربية أبوابها لتصويت المصريين في الداخل عشان كده وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدأت هذه الأيام جولة خارجية للقاء أبناء الجاليات المصرية في الخارج وحثهم على المشاركة بكثافة وإقبال في هذا التصويت وهذه الانتخابات للهدف إلا أنا تحدثت لحضراتكم عنه الدكتورة سوها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج معنا بالصوت والصورة مباشرة من المملكة العربية السعودية أولى نقاط جولتها في الخارج معالي الوزيرة مساء خير وتحياتي لحضرتك مساء النور يتمدي زي حضرتك الحمد لله يا فندم بخير وحمد الله على سلامتك في السعودية الله يسلم حضرتك أولا يعني أنا متأكد طبعا من الهدف بس حضرتك برضو تشاركي السادة المشاهدين فيه أهداف هذه الجولة ونقاطها وأهم الرسائل اللي حضرتك هتوصليها لجالياتنا المصرية المقيمة في الخارج الحقيقة الهدف من هذه الجولة الهدف الرئيسي هو تشجيع كل المصريين في الخارج على النزول إلى الانتخابات الانتخاب يعني صوتهم أمانة وإحنا حارسين على أنهم يكونوا صوت العقل اللي هو يعني يعني بيحرس على بلده بيحرس على مستقبلها إحنا إحنا شايفين أن مصر هذه الدولة القوية العظيمة موجودة في عالم بيموج بالصراعات وعالم بيموج بالأزمات وإحنا محتاجين أن إحنا يعني نختار قيادتنا السياسية بكل حماس وننزل ونشارك برأينا بغض النظر عن المصري هينتخذ مين في عدد من المرشحين موجودين في الصراع الانتخابي ونفسها الانتخابية وإحنا حريصين على أن الكل يشارك الكل يؤكد على أن هو حريص على اتخاذ القرار السليم حريص على أن هو يتصرف بحكمة في مستقبل بلده ومستقبل بلده في إيده وهو لازم أن هو يحرص على هذا المستقبل لأنها كمان هذا المستقبل هو مستقبل أبناءه وأحفاده فدي الرسالة الأساسية الحشد والحشد والحشد هو هدفنا يعني نحاول أن احنا بقدر الإمكان أن احنا نحمس الناس ونشجعهم على أن يكونوا عنصرا فاعلا في مستقبل لبلاتهم اللي بيبتدي من النهار ده حاجة الحاجة التانية هي يعني توضيح الصورة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار في مصر الحالة الاقتصادية المشروعات الانتاجية يعني مصر الجديدة التي يعني لم يعرفها الكثير من المصرين في الخارج لوجودهم بعيدا بس عن ناظرهم وننظرائهم إنما يعني في حالة أن هما يعني ما نزلوش بقالهم كتير هما محتاجين أن هما يعرفوا إزاي أن مصر الجديدة دولة دولة يعني شابة ودولة يافعة ودولة تعمل بغض النظر عن يعني الأوضاع في محيطها هي بتعمل بمنتهى الجدية حتى آخر لحظة من لحظات تولي هذه الحكومة يعني إن شاء الله هنفضل لحد آخر دقيقة بنعمل وبنعمل إن شاء الله ونجني ثمر هذا العمل وتحفيز الناس على الاستثمار في مستقبل بلدها لأنه هو مستقبل بلدها وأخذها زي ما قلت الحضرتك توضيح المناخ الاستثمار أخذها في الاعتبار إن إحنا عندنا مصريين كتير متميزين من رجال الأعمال ورجال الاستثمار العالميين المعروفين على مستوى العالم فأنا محتاجة إن أنا أوصل لهم الصورة الجديدة ووصل لهم المشروعات يعني من خلال اللقاءات الأولية اللي حضرتك عملتيها في المملكة إيه أهم الردود اللي اسمعتيها وأهم المناشدات أو أهم المواقف اللي اسمعتيها الحقيقة فيه حماس شديد والناس فيه استجابة حتى أعرف إن المملكة العربية السعودية دايما بنبدأ بيها جوالتنا الفعلية لأن هي فيها أكبر جالية للمصريين في الخارج هي في حدود 3 مليون نصري يمكن يقبل عن هذا الرقم قليلا جدا إنما أنا كنت شايفة حماس كنت كلمت مع الكثير من الفعالين في الجالية المصرية اللي هما عندهم قدرة على أن هما يتواصلوا مع مختلف المجتمعات في مختلف المدن والولايات التابعة للمملكة فيه روح مختلفة وضحت لهم أهمية أن هما المشاركة أهمية أن هما يساعدوا الآخرين ويبصروهم بأهمية المشاركة لأن طبعا اختلاف المعلمات واختلاف الأفكار واختلاف المجالات والوظائف بتخلي الناس مختلفين في الفكر فأنا كنت عايزة أخلق المزيد من الناس الدافعين والناس المتحمسين لدفع الآخرين والوصول إليهم علشان يعني تبصرهم بأهمية هذه الانتخابات في نقطة مهمة معالي الوزيرة في نقطة مهمة كمان معالي الوزيرة أنا متأكد أن حضرتك سواء سمعتيها أو حتسمعيها خلال جولتك الحالية وهي أن البعض ممكن يقولك طب ننزل في الظروف الحالية خصوصا كمان بعد التهديدات الأخيرة اللي عرفنا أنه وجوب الوقوف خلف القيادة السياسية فإيه الرد المباشر اللي حناك ممكن تردي عليه مفيش حاجة اسمها يا فندم انتخابات محسومة يا ما قلنا أن فيه انتخابات محسومة حصلت فيه الكثير من الدول وعمرها محسومة إحنا نفسنا يا فندم مررنا بتجارب كنا فاكرين فيها النتيجة محسومة ولم ننزل والكثير مننا بكى مرا بعد النتيجة صحيح فإذا كان هذا يعني حصل لنا إحنا شخصيا يا فندم بأمريكا فإيه اللي خلينا إن إحنا نحاول إن إحنا نمر بنفس التجربة تاني ما ننزل ونقول رأينا وكل واحد فينا يحط رأي وبغض النظر هو يختار مين يعني عمر الحكومة المصرية أو الدولة المصرية ستجبر أي بني آدم مهما كان على اختيار من لا يروق له من مرشحين إنما كمان ما ينفعش إن إحنا ما ننزلش ونقول لا 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 إحنا ضمينين كل حاجة في جبنة مش حقيق مش حقيق لا والأهم كمان يا سوء هانم الأهم كمان بالنسبة لنا نسبة التصويت والمشاركة لأنها رسالة للعالم رسالة للعالم والمساحة الديمقراطية في حاجة إلى التأكيد عليها يعني في حاجة إلى التأكيد على إن الناس تؤمن بهذه العملية إنها عملية ديمقراطية حقها وإن صوتهم هيحترم وإن صوتهم يحدث فرقا يا فن صحيح يعني يعني يا ما فيه انتخابات وعالم كانوا بيعيدوا يعني العد بتاع الأصوات علشان يشوفوا إذا كان الصوت ده طلع يعني زيادة على المرشح ده أو ناقص من المرشح ده وفيه انتخابات لم تحسم لحد آخر دقيقة وأعيدت كذا مرة بهذه الأسباب فالصوت أمانة والصوت مهم جدا بجانب أن احنا بنتكلم تقريبا على 14 مليون مصري لما تنزل مجموعة يعني عدد قليل من المصريين في الخارج ده يعني يعني مش هو دي مش هي دي الرسالة اللي دايما وزارة الهجرة بتحرص عليها واللي احنا اتكلفنا بيها من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء عند حلف اليمين بأن المصري هو أهم مكون في العملية التنموية وهو أولوية لكل الوزراء مصبوط إذا كان المصري بالنسبة للدولة هو أولوية قصوى بالنسبة بالنسبة لهذه الوزارة وبالنسبة لأي وزارة هتيجي وإذا كانت الدولة بتارى هذا يبقى بالأولى إن المصري اللي احنا بنهتم بيه وخصوصا فيه فيه الخارج إلا أنا ما بشتغلش غير علشان حد غير علشان المصريين في الخارج يبقى بالأول إن هو كمان يحرص على دولته زي ما هي حريص عليه فهم صحيح ده كلام مظبوط انتقالا لملف الاستثمار أنا أعتقد إنه طبعا حضرتكم كوزارة وعلى المواقع ومن خلال الاتصال الدائم مع المصريين في الخارج عرضين فرص الاستثمارية والخريطة الاستثمارية لكن وجودك مباشرة ولقائك مع المستثمرين الخارجي المصريين في الخارج أعتقد هيعمل يعني نقلة مختلفة وتقريب أكتر للصورة وتفهمهم لحقيقة الأوضاع والفرص اللي موجودة في بصر أنا أفن محتاجة محتاجة إن أنا يعني إن أنا أوضح الكثير من الأمور اللي هي مش عايزة أقول إنها غايبة عنهم بس هما مش واضح لهم لأن فيه الكثير من الأقوين والكثير من الإشعاعات والكثير من التضارب في الأراء فأنا محتاجة أوضح الصورة والحمد لله ربنا كريم إنه إن إحنا كوزارة هجرة وأنا يعني كالفورش رونتر زي ما بيقولوا يعني يعني هو أو الوحدة اللي دايما بتقابل الآخرين يعني فيه ثقة بانت بيننا وبين المصريين في الخارج فإحنا بنقول الحقائق كمال فهو ده اللي إحنا بنحرس عليه إن إحنا نوضح الصورة كاملة بلا روتوش بلا أي من أنواع التزويق أو التزييف ده واحد اتنين علشان المصريين بقاعد في هذه المرحلة لأن هما موجودين في الخارج فأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أوصل لهم بالفرص العظيمة المتاحة في هذه اللحظة بما فيها المشروعات الجيحة اللي بتتخارب منها الدولة لأنها عايزة تدي مساحات وافرة ووافية للمصريين أو للأجانب إن هما يستسمروا في المشروعات بما فيها تلك التي نجحت الدولة في إنجازها في الكثير من المشروعات الكبرى والمشروعات الناجحة مطروحة وفي حاجة إلى مستسمرين إن هما يدخلوا ياخدوا مكان الدولة ويورونا شطرتهم في إن هما يطوروا وينموا فإذا كان تنافس مفتوح للجميع يبقى بالأولى بقى عبيبي أنا والناس اللي أنا بقوا أمثلهم اللي هما المصريين على الساحة لأن هما الأولى المستسمر المصري أواء في الداخل أو في الخارج بيبقى بيشتغل مش بس بعلم وبيشتغل مش بس بخبرة كمان بقلب وده ودي ميزة رهيبة جدا صح كمان أنا عارف طبعا إنه برغم الحاصل في سوق العملة في مصر لكن أرجو برضو أن أنت توصلي لإخواننا المصريين في الخارج ضرورة التأكيد على تحويلات المصريين في الخارج باعتبار إن ده نوع من أنواع المشاركة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني في أفضل صور ده صحيح أنا أفرح حضرتك بقى لأن أنا يعني أنا النهاردة لسه حضرتك وصلة من الرياض إلى جد كويس فأنا جاية الاجتماعات في جد بالمصريين في الخارج والشغل المتميز اللي عملاها القنصلية في الرياض والسفارة في الرياض مع كافة أعضاء الجالية المصرية تحضيرا للانتخابات حاجة تفرح وتشرح القلب إن شاء الله للانتخاب في الرياض اللي أنا بتمنى جميع يعني إخوتنا السفراء والقناص للعموم يعني أنا متأكدة لأن أنا يعني بزورهم وبجتمع بيهم حتى افتراضيا جدير جدا أتمنى إن هم يعني يعني يكرروا هذه التجربة اللي أنا يعني عايزة عايزة أشوفها بنفسي القنصلية في الرياض اتفقت مع كل المصريين اللي قابلتهم في الكتير من المصريين الموجودين في الرياض من أصحاب المطاعم من أصحاب الأعمال سواء كانت مشروعات متوسطة أو صغيرة أو حتى كبرى الجميع قرروا إن هم يعملوها احتفالية وعرس كبير في القنصلية ومقر السفارة أثناء الانتخاب المطاعم هتقدم وجبات مخفضة الرجال الأعمال هيقدموا هدايا للأطفال هيقدموا ألعاب هي البنوك حضرتك ممثلي البنوك هيكونوا موجودين برضو ممثليين لأي حد حد يفتح حساب واحد من البنوك هي دي بقى المفاجأة قرر إنه خلال الثلاثة أيام للانتخابات الرئاسية هيوفر للمصريين إنهم يحولوا فلوس إلى نصر دون أي رسوم تماما لا من البنك ولا فيه وسطاء في البنوك الواصي ولا أي حاجة هتبقى الفلوس تروح إرش توصل لمصر إرش يعني ما بيش بقى أجمل من كده إحساس ووطنية ومحبة يعني والكثير يعني أنا ممكن أفتكر حاجات كثيرة نويين يعملوها إن شاء الله هيبقوا ثلاث أيام كرندال وطني متميز ومحبة كبرى يعني كان نفسي إن أنا بقى موجودة معهم في الرياض في أثناء الانتخابات من كتر ما نسعمها حاجات جميلة ويا رب كيافة السفارات تبتدي تفكر خارج الصندوق علشان تسعد الناس وتحولوا إلى احتفالية وعرص انتخابي إن شاء الله إن شاء الله حيبقى عرص انتخابي واحتفالية ولوحة جميلة يرسمها كل المصريين سواء اللي في الخارج أو في الداخل بشكرك شكرا جزيلا معي الوزيرة ومعليش هنبقى ناخد من أيام القادمة جزء من وقت كده علشان نعرف إيه آخر أخبار جولتك الخارجية شكرا جزيلا السفيرة سهل جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فيها الخارج هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل مقدمتنا الإخبارية في إطار حملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة نظمت أمانة محافظة الغربية لحزب حماة الوطن مؤتمرا جماهريا بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وعدد من القيادات وألاف المواطنين وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات المؤتمرات تتوالى إن شاء الله في إطار خطة الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة ليكون مظهر المصريين مظهر حضاري ينم على مدى وطنيتهم وحبهم لبلدهم لأن المصريين طبعا في إطار التحديات الموجودة حول مصر بالكامل يعني المصر ما بشعر بالخطر بينحز إلى دولته وإلى قيادته السيادة أنت لما تدل صوتك ده حق لك وواجب عليك وتخلي عنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال وكل ثقة في اللي احنا عاملينه النهاردة هيصل للمواطن وهجد المواطنين في يوم 10 أو 11 و12 ديسمبر إن شاء الله يتسابقون على اللي جاء الانتخابية للإدلاء بأصواتهم هو اليوم مهم فعلا لأنه أنا داخل لقيت مجموعات كبيرة جدا من الجمهور والشعب الطنطة وأعتقد أن الناس جاي بوعي كامل بأهمية هذا الحدث وفي نفس الوقت ده بيدينا الإحساس بأن إن شاء الله في أيام الانتخابات هيكون في حضور كبير بالنسبة للجمهور سواء هنا أو في محافظات أخرى المؤتمر عمل على إبراز إنجازات الدولة المصرية وإضاح ما تواجهه من تحدياته كما وجه رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابية وأهمية المشاركة الفاعلة بالنادي من هنا إن شاء الله للناس كلها ندعم السيد الرئيس في عشرة وحداشر واثناشر إن شاء الله جايين إن شاء نسبة العالم كلنا نحن خالف الكادة السياسية ونسبة العالم إن شاء الله إن مصر في أمن وأمان وإحنا طبعا وراء الزعيم وشوفنا الإنجازات اللي حصلت الفترة اللي فاتت يعني الحمد لله سواء في البناء أو في الزراعة أو في الصناعة كل ده على مرأة ومسمع من الناس بداياتا طبعا حزب حماية الوطن هو أول حزب سياسي دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وطلبه بضرورة أن يترشح لفترة رئاسية قادمة لإيمان الحزب بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللإنجازات التي قدمت خلال العشر سنوات الماضية أكد لك أن مركز تنطا ومحافظة الغربية هيكونوا من أوائل المحافظات اللي بتحقق نسب مشاركة عالية جدا في الانتخابات لأن الشعب التنطاوي شعب واعي محافظة الغربية هي إحدى المحطات في رحلة الحزب لدعم السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة والتي تنطلق بدافع المسئولية الوطنية التي تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر نحن لا ندعم القضية هي قضيتنا وننتمي إليها شعر رفعوا كل فئات الشعب المصري اعتراضا وإدانة لأبشع الجرائم اللي بترتكب في حق الإنسانية والنهاردة صندوق تحيا مصر تحت شعارنا تشارك من أجل الإنسانية بيطلق أكبر قافلة شاملة لإغاثة أهالي غزي نحن لن نتأخر أبداً وحتستمر هذه المساعدات على مدار اليوم والساعة لأهالينا الحياة في قطاع غزة ده بالإضافة إلى أن نحن النهاردة الحمد لله برضو بنستقبل بصورة منتظمة الجرحة واللي بيحتاجوا لأي تدخلات طبية النهاردة بقدر الإنكان تبقى للظروف ومما تسمح به بأنهم يدخلوا وبنحاول بقدر الإنكان أن نحن أيضاً ندخل كل المستلزمات الطبية اللي هم عايزينها الموضوع الحقيقي طبعاً على قدر عظم المشكلة والتحدي على قدر أيضاً وقوف مصر فيه والدولة المصرية قيادة وحكومة وشعب الحقيقة كلها بتطف مع أهالينا في القطاع غزة في رسائل مهمة جداً كلنا لازم كشعب مصري نتعلمها من هذه القضية الكبيرة جداً وإن الدولة المصرية طول ما هي قوية وقادرة على إن شاء الله إن شاء الله تستمر في عملية النمو والتنمية النهاردة حنكون إحنا قادرين ليس فقط على المستوى المحلي أو القومي ولكن على المستوى الإقليمي والدولي إزاي إن إحنا إن شاء الله كدولة نكون قادرين على فرض ما يمليه عليه ضميرنا بإذن الله في خلال الفترة القادمة من القيادة المصرية القوية الحكيمة والأبية ومن الشعب المصري الصامد الذي يساند ويدعم القضية الفلسطينية بكل على مدار التاريخ منذ عشرات السنوات من الدولة المصرية التي تقف في جانب الحق من النواحي السياسية والإنسانية والإغاثية أيضا ومن صندوق تحية مصر اللي عمره فقط 8 سنوات ولكن خير هو عم على جمهورية مصر العربية في التغلب على كافة الصعاب وتخطى حدود مصر العربية للإغاثة الدولية أيضا هذه القفلة من أكبر القوافل التي بتتوجه للشعب الفلسطيني النهاردة 199 شاحنة بتحمل 2500 طن اللي وصل من مصر حتى تاريخه 11 ألف طن ومتين اللي وصل من 30 دولة أخرى وصل فقط 3000 طن فده بيبرز أن مصر تبرعت أو تطوعت أو مساعدت بـ 3 أضعاف ما قدمته 30 دولة الهلو الأحمر المصري شارك كمان في القفلة الحالية التي تحية مصر بحوالي 140 طن من المساعدات المختلفة المياه والأغزية والبطاطين والمراتب ومواد الإعاشة الهلو الأحمر المصري بيقبل المساهمات الدول التي تأتي عبر مطار العريش أو عبر المواني البحرية أو حتى بالطرق البرية ويتم إرسالها للجانب الفلسطيني الحمد لله تم تجهيز القفلة بكل دقة وعناية القفلة بتحتوي على أكثر من 2500 طن من المساعدات المتنوعة اللي بتتضمن أكثر من 200 ألف عبوة أدوية وهي كمان مجموعة من المستلزمات والتجهيزات الطبية أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل تابعنا للتو تقرير اللي كان فيه الدكتور مصطفى البولي رئيس الحكومة ومجموعة وزرية متكملة كانت موجودة في تجهيز هذه القفلة لأهالينا في غزة والحياة اللي يسعد جدا في هذا التقرير أن تحس أن الدولة المصرية كلها متكملة طبعا هذه القفلة وكل الجهود دي بتكليف وإرشادات من القيادة السياسية والرئيس عرفتاح السيسي رئيس الحكومة ووزيرة التضامن ووزير الصحة والوزراء موجودين ممثلين للحكومة ثم صندوق تحيا مصر اللي هو عبارة عن تكافل المصريين يعني الشعب المصري كله ممثل في صندوق تحيا مصر فبالتالي هذه القفلة هي قفلة مصرية بامتياز فيها الرئيس وفيها الحكومة وفيها الشعب وهي رسالة واضحة أن الشعب المصري والدولة المصرية كلها صوت واحد وموقف واحد أولا متماسك ثانيا داعم ومساند جدا للشعب الفلسطيني الأبي والصامد في غزة وإن شاء الله هذه المساعدات تكون قطرة كده في محاولة إغاثته وإعاشته حتى يمن الله عليه نسي المود والنصر في نهاية هذه الحرب الطاحنة أو هذا العدوان الإسرائيلي الغشم مسك ختام حلقتنا يوم السبت زي ما حالكم تعودته خلاص فقرة الأرقام تتحدث أو الأرقام تتكلم كل الأرقام وكل الإحصاءات اللي بنجمعها لحضراتكم على مدار أسبوع علشان ترصد لكم الصورة متكملة دون أي هوى أو دون أي تزييف زي ما قلت حالكم الأرقام هي أصدق ما في السياسة ورحبوا معي بملك الأرقام الصديق العزيز الأستاذ عبد الناصر أنديل اللي مشرف ومنور الله يشهر مساء النور يفن إزاي حالك إن شاء الله كون بخير الحمد لله تمام حالك معايا أن الأرقام أصدق ما يمكن سماعه في حالة الفوضى اللي احنا شايفينها على السوشال طبعا الميزة في الأرقام إن الأرقام كمان بتحطنا قدام حقائق سابتة لا يجوز التلاعب بها أو تزييف يمكن قراءتها وتحليلها والخروج منها باستنبطات لكن يبقى للأرقام قوتها في الدلالة على صدق المواقف أو تجذبها وأهم ما في الأرقام كمان إن هي اللغة اللي بيفهمها العالم الغربي طبعا يعني يمكن الكلام والعواطف شوية اللي بتبقى غلبة على مواقفنا هنا ما بيفهمهاش الغرب لكن الأرقام لغة يفهمها العالم كله وأعتقد إن تأثير الأرقام كان بدأ يظهر بشكل كبير معانا فيما يتعلق بيوميات الحرب على فلسطين في تطور المواقف الغربية وتطور موقف الأمم المتحدة اللي هنشوف أثاره وإحنا بنتكلم على الأرقام دلوقتي ده صحيح لك الشاشة والمايك وابدأ سلسلة الأرقام أنا بس عايز أأكد في البداية أن الأرقام والإحصايات الإسبوع ده كان معانا تحدي حقيقي ناتج من تفاقم الأوضاع السيئة في غزة ناتجة غياب الوقود والمحروقات بما أدى لي انقطاع كامل عن المعلومات فيما يتعلق بالتحديث عن وزارة الصحة الفلسطينية عشان كده يمكن فيه جاب معلوماتي عندنا لواء آخر 48 ساعة يمكن أنا لسه من دقايق محدث بعض الأرقام لكن أرقامنا ميزتها أنها أرقام منصوبة إلى مصادر رسمية لا يمكن التشكيط في مصداقيتها لأنها تخرج من الداخل الفلسطيني وهنروح مع بعض على طول دي الأرقام عشان الوقت فهنلاقي أننا هنبدأ مع الشهداء باعتبار أنه الهم والأزمة الكبرى اللي موجودة عننا خصوصا وإحنا بنتكلم على ارتفاع الرقم إلى 12187 شهيد موزعين على سبعة فئات 12187 شهيد على سبع فئات يمكن هيظهر لنا رقم الصحافة هنا 51 شهيد من العاملين بالصحافة الكوادر التعليمية نتيجة ضرب المدارس زي ما احنا هنتكلم عليها بعض الأرقام عندنا 127 حالة استشهاد الأنراء والقطاع الصحي في ازديادة واضحة في استهداف الأماكن الخاصة بهم مع ارتفاع وطيرة الشهداء في غزة هذا الرقم هو الأكبر في 123 سنة الماضية في غير الحروب النظامية ده أكبر عدد يسقط من القتلى في عمليات عسكرية ضد قوى مدنية خلال القرن وربع اللي احنا عشناها الحدادة لو رحنا بقى لفكرة التصنيف النوعي للشهداء هنلاقي انهم موزعين على أربع فئات يظل الأطفال هم الرقم الأكبر أكبر عدد من الشهداء 477 من الأطفال أكبر فئة عمرية مستهدفة بعمليات القتل ده دليل على خصة هذه الحرب ومخلفتها لكل المواسيق الدولية أن الرقم الأكبر ليس من البلغين اللي هم ممكن يكونوا هدف للعمليات بحكم أنهم ممكن يكونوا مشتمكين مع تلك القوات لا الأطفال هم رقم كبير النساء بيجوا في الرقم الثالث لو رجعنا هلأ أن معدل قتيل أو شهيد كل أربع دقائق ما زال مستمر معنا لو ضفنا أرقام النهاردة ومبارح هننزل لثلاث دقائق لكل شهيد هننزل لي سبع دقائق لكل طفل هننزل لاثناشر دقيقة لكل بالغ هننزل لخمستاشر أو هنبقى عند رقم الخمستاشر دقيقة لكل شهيدة من النساء ده بيوصلني للقطاع الصحي وده كمان كان مستهدف بشكل كبير جدا يمكن زي حضرتك ما قلت في التقرير اللي فات عن مستشفى الشفاء أنا عايز أقول لحضرتك أن مستشفى الشفاء في طائرة مسيرة سبتة فوق المستشفى أي شخص من الأطقم الطبية أو من المرضى يتحرك بين المباني بيجري اغتياله مباشرة ممنوعة من مبنى المبنى طائرة سبتة سبتة فوق المبنى بقالها خمس ايام تمنع الانتقال بين المباني ده في تقرير وزارة الصح فهنلاقى عندنا طبعا المستشفى اللي توقفت نهائيا عن العمل ستة وعشرين مستشفى من إجمالي تسعة من إجمالي خمسة وتلاتين تسعة مستشفى فقط اللي بتعمل بشكل جزء يعني إجمالي مستشفى خمسة وتلاتين مستشفى الأهلي فقط هي الوحيدة اللي تعمل بكامل طاقتها كمان مستشفى تعمل بشكل جزء ستة وعشرين مستشفى خرجوا من القدمة نهائية عندنا أربع مستشفى التركي والرنتيسي ومجمع الشفاء الطبي والنصر تم طرد المرضى منهم عندنا في الرنتيسي والتركي عشر تراف مريض أورام تم طردهم وعدم تلقيهم من علاج بيجعلهم أرض أكتر للموت والغتير فده نقطة مهمة العيادات اللي توقفت 52 عيادة عندي من إجمالي 72 يعني عندي عشرين عيادة فقط شغالة خمسة وخمسين سيارة إسعاف خرجت من الخدمة أعزي أقول لك قطاع غزة بأكمله بتخدمه ثمان سيارات إسعاف حاليا وده رقم في منطه الخطورة عندي عشان كده لو رحنا كمان من القطاع الصحي لقطاع البنية التحتية هللاقي ان القطاع البنية التحتية كمان تعرض لتدمير كبير جدا فهللاقي عندي الأرقام المتعلقة بالوحدات السكنية التي تعرضت لتضرر جزء ارتفعت لي متين تلاتة عشرين ألف التعرض للتدمير الكامل أربعة وخمسين عند المباني نفسها التي تهدمت المبنى بأكمله تهدم خمسة وعشرين ألف وعشر مباني ثم المدارس بعضها تهدم بشكل جزء وبعضها تهدم بشكل كامل ودور العبادة ده تدمير لما يقرب من 78% من البنية التحتية للمنشآت داخل قطاع غزة تمام تمام فده رقم مهم ده كمان انعكس على أوضاع الحياة فيما يتعلق بنسب الغلاء نسب الغلاء عندنا حصل طفرة عالية جدا في مستويات التسعير يعني المواصلات العامة ارتفعت بنسبة 173% لدرجة ان الانتقال من شمال قطاع غزة الى وسط قطاع غزة بيتكلف حاليا 15 دولار اف لو انتقلت للجنوب الرقم بيطلع لخمسة وعشرين دولار لكل راك عند الوقود والمحروقات ارتفع سعرها لمية تسعة وعشرين في المين وده رقم عالي جدا خصوصا مع الندرة اللي تعرضت المياه 74% الخضروات والفواكه شايفين الارقام 48 و27 والدقيق بنسبة 17% عايز اقولك ان المرقم المرشح بقوة للارتفاع هيكون الدقيق لاني لم يبقى سوى مطحنة وحيدة في قطاع غزة باكمله هي التي ما زالت طبعا مع الندرة لازم الاسعار ترتفع طبعا ده بقى يوديني لي المساعدات والشاحنات يعني احنا النهاردة زودنا مع بعض نسب دخول الشاحنات عندنا الشاحنات اللي داخلت لقطاع غزة لحد يوم 16 نوفمبر 1096 شاحنة لو لاحظنا هنلاحظ ان الضغوط المصرية اللي تزايدت بعد الاسبوعين الاولانين من حرب انعكست على الرقم في شهر نوفمبر يعني اكتوبر 20% فقط من الشاحنات 217 شاحنة اللي دخلوا في نوفمبر وصلنا لحد يوم 16 879 شاحنة لو شفنا بقى توزيعهم على الايام حلاقي ان الارقام بينما حضرتك من اول يوم 21 اللي هو اول يوم هنا لحد ما نوصل الى اكتر يوم كان يوم 13 نوفمبر طيب ده الرقم الوحيد او المؤشر الوحيد الاجابي ان الشاحنات والمساعدات في ازديان بتزيد معايا بشكل كبير لكن انا عندي امس كان فيه متغير مهم جدا من رصد نووش هنا لانه حصل بعد الساعة 12 بالليل دخول شاحناتين وقود لأول مرة منذ بدء الحرب لو رحنا لمحتوى الشاحنات هنلاقي اني الامن الغذائي او الاطعمة واخدى الرقم الاجبر بنيت عدد 365 شاحنة بيجي بعد منها قطاع الصحة ثم المياه ثم معدات الملاجئ وقطاعات متنوعة وعند 163 شاحنة لم يجري تصنيفها اخر حاجة فضلة معنا هي المساعدات الاغاسية وهنا احنا رصدين الرقم 12 الف 12 الف اتنين واربعين طن مصر مقدمة منهم 8902 بسم الله ماشاء الله حوالي 9000 طن حوالي 9000 طن ده غير اللي راحوا النهاردة اللي هم الـ 2510 طن اللي طلعوا النهاردة المساعدات العربية اجماليها كلها 2286 مقدمة من 10 دول المساعدات الدولية 815 مقدمة من 19 دول الارقام بتبين وضع مصر بشكل كبير جدا عن دي ارجو انه بس الشريحة الاخيرة دي الصورة الاخيرة دي افتح عليها كده بالكامل يا احمد لو سمعت اه اتشورة العشاشة مع الاسودة عبد النصر ارجو ان الناس بس ايه تاخد كابتشر كده من الصورة دي عشان الناس اللي بتكلم عن مصر تبع عارفة ده وضع مصر انسانيا مصر بتعمل ايه في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الاسعار وكل شيء هذا هو ما تقدمه مصر حوالي 9000 طن في حين ان كل الدول العربية اللي هي عوضاها الاقتصادية افضل بكتير كل اللي قدمته للشعب الفلسطيني 2286 اما المساعدات الدولية اللي يعني للأسف للأسف رقم لا يذكر انا عايز اقولك ان ده اللي دخل فعليا الرقم المعلق على البوابات مصر نسبتها فيه 94% من اجمالي الكميات المعلقة الحمد لله الحمد لله بشكرك شكرا جزيلا يا سيد عبدالناصر ودايما بتمدنا بالارقام والاحصاءات عشان كده انت ملكوها او زعيموها الله يخليك تحياتي تشوفك السبت القادم على خير ان شاء الله يا فرح ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم عسيب حضراتكم دلوقتي مع هذه التقارير اللي بترصد نشاط حزن مستقبل الوطن في اطار حملاته ومؤتمراته وفعالياته الانتخابية للترشيح وتأييد المرشع الرئاسي عبدالفتاح السيسي هذه المرة في نقطتين المنوفية واسوان ومنهم الى الختام واشوفكوا بكرة في حلقة جديدة من اخر النهار ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السيدي الرئيس حطينا في مكانة في وسط العالم مكانة عظيمة النهاردة في الاحداث اللي بتمرر بالبلاد احداث غزة واسرائيل لو لا جيش مطر العظيم قوي ودي تنسيب على مستوى العالم اننا اصبحنا النهاردة تموت الضعف ولكن بخطرة الرئيس جهز جيشنا وجهز بلدنا اللي هي تكون حسن قوي يكون مقدرة لأي حاج يحاول يعتبر عليه الله سبحانه وتعالى يرسل إليها ويؤين لها سبحانه وتعالى من يلم شملها وها هو المشير عبد الفتاح السيسي الذي جاء بجيشه بشرطته برجال مصر الأوفياء برجال مصر البخلصي من الأزهر ومن الكنيسة ومن الأحزاب السياسية والدينية أن كل وقف خلفه وقال تحيا مصر تحيا مصر برئيسها تحيا مصر بخيادتها تحيا مصر بجيشها تحيا مصر بشرطتها تحيا مصر بأزهرها تحيا مصر بكنيستها تحيا مصر تحيا مصر جاء السيد الرئيس لكي يعطي اعتباراً للدين ورجال الدين وأماكن عبادك رجال الدين فنحييه جميعاً أيضاً لأنه يستحق التحية في هذا المصر نحن مدعومون أن نعبد عن الديمقراطية والحرية التي نحيا فيها أن نخرج جميعاً في الانتخابات لكي نوفي هذا الرجل حقه ونرد جميله اللي هو عيس عفتاح السيسي ماشي صح لا ده ماشي صح الصح وعلشان كده حنوخر يوم عشرة وإنطاشرة 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 ونروح سمدين الانتخابات كلنا هنقول في الصندوق مارة مارة بمحدة فإحنا مع الأمن القوم المصري خطا اعمال سينا خطا اعمال وحنقول كلنا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر هذا الرئيس السيدي هذا الرئيس السيدي تحيا يبدل تحيا grown تحيا scale بع Kath cres Arte تحيا تحيا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وما أحوجنا إلى طائد حكيم يصدر قرارا بحكمة بعد دراسة وبعد تحليل وبعد عقلانية فهذا في شخصك فخامة الرئيس فنؤيد ونبارك من هنا من أسوان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية النصر العربية إننا نبايع ونؤيد الزيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتى إلى مصر موهبة من الله سبحانه وتعالى كيف يكون موهبة من الله سبحانه وتعالى الكتاب المقدس يقول بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء فالقرآن الكريم يقول خلقنا كل شيء بقدر إذن من أتى به إلينا منقذا لمصر هو الله سبحانه وتعالى هنروحنا إلينا هنختار القرواح هنختار النجمة بكل أولادنا بقصرنا إننا من خلال هذا اللقاء نوجه الدعوة إلى كل أبناء الوطن العزيز للمشاركة وممارسة الحق الدستوري وأن تكون إيجابياً والوقوف خلف القائد فإنها أحواج ما تكون فيها مصر إلى كل فرط من أبنائها وأن يدعون أبناؤها قائدهم ورئيسهم موسيقى 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 موسيقى